اللي بتحظى باهتمام وتفاعل وحماس العضاء وأرجو وأتمنى أن ده يستمر ويتزايد ويتلاحظ الفترة اللي جاية الجمعية العمومية 28 سبتمبر أعتقد أن كل عضو في النادي كل غير عن نادي الأهلي كل حريص على مستقبل النادي الأهلي كل واحد مهتم بصورة النادي الأهلي لا يليق أبدا أن الأهلي يفضل يشتغل ويحكم باللائحة الاسترشادية زيه زي أندريه صغيرة وزيه زي مراكز الشباب إذا كانت الظروف حالة فيما سبق دون عقد جمعية عمومية وإقرار لايحة نظام فها هو مجلس الإدارة الحالي وضع لايحة الجميع أشاد بيها أنا سعدت جدا لما سمعت أراء لناس يوصفوا أو يوصموا بأنهم معارضين في النادي الأهلي أكتر من حد يكلمني على أراء لناس كتيرة سعيدة جدا ده أنا من بساطة جدا مثلا ماليو الحسيني طيل لو محمد الحسيني سمعت من وأشادة ده دليل أن ما تبقى المعارضة في موضوعيتها أنه هو لما يستنكف أن يشير قال لك إحنا كنا خايفين منها اكتشفنا أن الناس قعدت معنا وسمعت كلام وعدلت حاجاته فيه شفافية أستاذ أبراهيم الطرح بيضمن الشفافية ولأ قلتها قبل كده وكتبتها وهكررها هذه الليحة لو ما فيهاش غير فكرة المجلس الانتخابي لكافة مجلس الإدارة الحالي أو وضع هذه اللايحة كل التأدير والاحترام ودت للجمعية العمومية كل واحدة جماعة بيقعد على الكرسي بيبقى حريص يرتب إزاي يستمر في المكان فأنتم متخيلين أن فيه مجلس وهو موجود بيد الجمعية العمومية سلطة هي اللي هتدير الانتخابات بالمعنى الأصحة لأنه هتنتخب هتنتخب مجلس انتخابي من سبع أفراد أساسيين وسبع احتياطيين بينهم رجال في الهيئات القضاية من أعضاء النادي وتوكل إليهم عملية الإشراف على الجمعية العمومية من أول ما يفتح باب الترشيح لغاية إعلان النتائج النهائية وعيجوا بالانتخاب حيبقوا منتخابين ودورهم منظم ولايحتهم محددة وحتى عملية التصعيد من العناصر الاحتياطية للعناصر الأساسية اللي حمنظمها فأنتم متخيلين أن هذه الاشتراطات لمجلس انتخابي يشرف على انتخابات مجلس موجود في السلطة عشان كده بقول لكم هذه خطوة فيها من الشفافية وفيها من الحرص على صورة النادي ما يكفي تقديرا والحقيقة فيها كمان أيضا قدر كبير من الثقة بالنفس طبعا والحرص على النادي لأنه انتو بتتكلموا ده مجلس الادارة هو بيحط دستور النادي بيحط دستور النادي للسنوات الطويلة اللي جاية ان شاء الله مش للمرة الدورة دي ولا الدورة اللي بعديها فأتمنى بإذن الله مزيد من الحماس مزيد من التفاعل مزيد من الاهتمام بشرح البنود يا باشموندس والمواد للأعضاء يعني أتمنى تفعيل فكرة ورش العمل وندوات النقاش مع الأعضاء في مختلف لجان النشاط في النادي تاخد حيز أكبر من كده ويبدأ التفاعل يبان إن شاء الله وهم حاجة يعني المجلس عمل اللي عليه نعم الناس اللي بعثت الاختراحات عملت اللي عليها الأعضاء الذين يتفاعلوا أي الإعلام للأسف شديد إنه الإعلام اللي له فقط الذي يتحدث في هذا الأمر الآن رغم من هذا الأمر يخص مصر كلها إنما الإعلام قاين بدوره عشان يوضح ويفنت حتى القناة كل يوم بيجي عدوا مجلس دارة إنبارة كان السستر عنديل والنهاردة للأساس محمد الجار ففيه بالصمراء حد بيطلع وبيركز على البنود اللي هما اتعدلت وكان عليها اللغة أي وقالوا كان الهدف منها إيه وبعد التعديل بدأت أكثر وضوحا وصلت لإيه هو ده طرح المجتمع فلما حتيجي العيحة حتبقى كل الناس قالت رأيها هنا مفيش بالتصنيف بقى معارض ومؤيد أنت بش تاخد لائحة للمجلس كان عيب اللائحة اللي فاتت إنها لائحة تعبر عن المجلس اليوم هي لائحة تعبر عن الجامعية العمومية لأن قالوا رأيهم فيها وعدلوا حاجات فيها ده بقولك أنت بالإضافة إلى أنك انت عجبت جدا طبعا وأنا معاك فيها المجمع الانتخابي ده لكن أنا عجبني كمان جدا البنود الخاصة بالاستثمار إنها أرجعت إلى الجامعية العمومية حقها وقواتها ما فيش حد يقدر يعمل شركة إلا إذا كان الجامعية العمومية تعتمد أن هذه الشركة سيكون لها أغلبية للنادي الأهلي تمام مواد كلها بتعظم دور الجامعية العمومية لما نقشنا اللايحة هنا استوقفتنا مادة أتمنى أنه الكل يذكر أو القائمين على فرص التعديل في المشروع فكرة مين من حقه يغير في هذه اللايحة إضافة أو تعديل أي مواد بعد كده بعد اعتمادها من الجامعية العمومية في اللايحة إحدى المواد إدت الحق المجلس إدارة لا إدت الحق أنه يقترح لا 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 يا سيدي لا قالك على أن تعتمد من أول جامعية عمومية لو الجامعية ما اكتملتش أي ليه لا ما اكتملتش أيو مش قالك طيما خلاص بقا هتعمل قالك لو خمس تلاف النصاب القروني خمس تلاف إذا لو ما اكتملتش ده ده في الجامعية العمومية الغير العادية لا من العادية ألفين لو جامعية دعيت إلى إجراء تعديل على اللايحة لا هي مش هتودعها وبقالك أول جامعية أقرب جامعية إحنا طلبنا كده بقى إحنا طلبنا العرض على أعرب جامعية عمومية جامعية كانت كده ما كانتش كده لا جامعية عمومية غير عادية لإجراء تعديل أو مجلس الإدارة بموافقة سلسي الأعضاء وده ساعتة إحنا قلنا يا جماعة خل الحق المطلق في إجراء أي تعديل في اللايحة فقط للجامعية العمومية ليه يا إبراهيم بس أنا كعيد ومجلس إقدار لو عندي اختراح عايز أقدمه للجامعين ما أقدمه أقدمه للجامعين طيب هونت بتقدمه أنت بتقدمه بسلسي المجلس يعني المجلس النرد لو عايز يقدم اختراح بتعديل هيبعاته لجامعية العمومية بس كويس لو الجامعية ما اكتملتش ده اللي أنا بقوله يرجع مجلس الإدارة يوافق ده اللي أنا معترض عليه طيب عايزوا يعمل إيه بعد كده تُعرض على أعرب جامعية عمومية بحيث أنه لا يكون وما اكتملتش لازم أن هتكتمل لا الجامعية لو ما اكتملتش اللي في الجامعية العمومية عمومية ما بتكتمل العادية يا س верхiy اليسلي لأ الإجراءات الحالية نزلة بالنصاب في العادية لا الفيه طيب طيب طول عموميا كده العادية طول عموميا كده لأ دلوقت بتكتمل بس حتى لو ما اكتملتش العادية ها تفوض مجلس الإدارة بس خلاص خلاص يبقى أنت فوضتها في الجامعية العمومية العادية لكن ما يبقاش مجلس الإدارة بص على الأدام شوية أي من أن بابص أنا معانك أي بند دلوقتي أنت موجود فيه إذا ديت الحق المجلس الإدارة في أي مجلس إدارة موجود مش عاجبه تشكيل المجلس في الجزئية الفلانية هيغيرها مش عاجبه بند التمن سنين لو موجود أو لو مش موجود هيضيفه إذا خلاص أنت دلوقتي الخلاف قبل ما يروح الحق للمجلس عايزت تاخده على خطوطين بدل خطوة أيوة يعني جمعية غير عادية تحيل الأمر إلى جمعية عادية أقرب جمعية عادية إنما خلاص أنا موافق معك على كده يا مغاية دا دستور ما يبقاش من حق أي مجلس إمعانا إمعانا إن برضو ما يبقاش الأغراض الشخصية تحرك تتدخل صح